شهد وزير التعليم العالي والبحث العلبي خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان فعالية تسليم 500 ألف جرعة من لقاح كورونا فكسيرا سينوفاكل منتج محلياً بمصر إلى السلطة الفلسطينية كإهداء مصري صيني مشترك يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وفي إطار التضاوم والتكاتف بين مصر وأشقائها في التصدي لجائحة كورونا تعد شحنة المشتركة من مصر والصين أولى دفعة تصدرها مصر من الإنتاج المحلي للقاح كورونا والمقدمة دعماً للشعب الفلسطيني الشقيق بقطاع غزة 500 ألف جرعة دول هنتقلوا الآن ويصلوا إلى إن شاء الله المعبر في خلال الساعات القليلة القادمة حتى يكونوا تحت استخدام وزارة الصحة في قطاع غزة في خلال الساعات القليلة القادمة وده نموذج مستمر في التعاون من خلال دعوة سيد الرئيس لإعمار غزة بعد العدوان وليس الإعمار فقط إنشائياً وإعادة إصلاح الهدم الذي تم من خلال العدوان ولكن أيضاً دعم للمواطن الفلسطيني تحت الحصار في قطاع غزة ومن هنا كانت توجهات سيد الرئيس أن يكون دعم متمثل في إمداد قطاع غزة بكل ما يحتاجه من إمكانيات سواء أدوية أو سواء لقاحات تشرفت اليوم كثيراً بحضور هذا الحدث الكبير والمهم حول بدأ عمليات تحرك شاحنات المحملة باليهداع السين المصري المشترك لنصف مليون قراء من لقاح المداد الكوفنانتين إلى قدار غزة حقيقة هذا البرنامج هو من أجل تنفيذ التوافق المهم الذي تواصل إليه مع الوزراء الخارجي السين المصري ونعتقد أن هذا الحدث وهذا البرنامج يعكس المستوى عالي لشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدان الصديقات كمنظمة نثمن الدور التعاضدي الذي يحصل وكمدير العام لمنظمة الصحة العالمية والمدير الإقليمي نوداً نهنأ جمهورية مصر العربية والجمهورية الصينية بهذه الشراكة وفي نفس الوقت نهنأ جمهورية مصر العربية كونها تختار بجانب تونس من ست دول في أفريقي أن يكون مركز لإنتاج اللقاحات الأماران أي بعلم وتكنولوجيا ونقل المعرفة من جانبها نقلت ممثلة الصفارة الفلسطينية بالقاهرة نداء بيروتي تحيات فلسطين حكومة وشعباً للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه للشعب الفلسطيني بخمسمائة ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا وأشادت ممثلة فلسطين بقدرة مصر على إنتاج اللقاحات والذي يعكس ما وصلت إليه من تطور في هذا المجال إن هذا المنتج الصيني المصري المشترك لمكافحة جائحة كورونا كوفيد ناينتين إنما يعبر عن التطور الكبير في مجال العلم الذي وصلت إليه البلدين في عملية البناء والتنمية للتخلص من احتكار بعض أطراف المجتمع الدولي الذي ما زال يسعى حتى اليوم إلى احتكار ذلك لنفسه فقط والتحكم بمصير الشعوب كما يشرفني أن أنقل تحيات شعبنا الفلسطيني العظيم ورئيس دولة فلسطين فخامة السيد الرئيس محمود عباس لأخيه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري العظيم على دعمهم الدائم للقضية الفلسطينية في مختلف المجالات ومراحل السراء شكرا